في تقدير المحاولة لتفتيت الدولة السودانية ويلغاهبة الدولة ومحاولة إصهار أن هناك أمر لقوة الصراع بتاع قوة سياسية حول سلطة أن أفتكر فوق خطورة بما كان الدعم السريع هو أنشئت من قبل النظام السابق لاستخدامه كانت تسمى جنجويد لقتل وتهجير أهلنا في دارفور و جبال النوبة والنيل الأزرق تطور طبيعي تاريخيا وأنت سيد العارفين منذ بدايات الإنغاز في التزعينات كمشروع على المشروعات الإسلامية التي كانت موجودة في المنطقة في ذلك الزمان وهي نتاج طبيعي للتفكير الآحادي والتطرفي والإقصائي والإرهابي للإسلام السياسي بشكل الآخر ونتج عنه الدعم السريع ويدفع التعب السودان الآن تمن هذه الأخطاء كثيرا يتضرر أهلنا في جميع السودان من هذا الأمر شمالا وجنوبا غربا وشرقا حالة التوتر هذه السياسة تقضلت في مقدمتك تلقي بضلالها في الأول وفي الأساس على مطر الشغيغة وعلى دول جوار أخرى بأي حال من الأحوال السودان يعتبر الأمن القومي جزء من الأمن القومي المصري ونحن جزء من الأمن الغومي ومصري جزء من الأمن الغومي السوداني